وكاعدتنا هنبدأ معكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت مبارح ومن أهمها رئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بقصر الاتحادية أمس رئيس وزراء أرمينيا اللي بيقوم بزيارة لمصر لمدة يومين خلال اللقاء أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية اللي بتربط الشعبين المصري والأرميني وأكد ارتاحهما لمستوى التنصيق المشترك انبارح كمان التقى الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي مدير عام صندوق أبو ظابي للتنمية وده في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة ما بين مصر والإمارات وإعداد مخططات المشروع من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم أخبار كتيرة مهمة حصلت انبارح أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اللي بيقوم بالزيارة لمصر لمدة يوميم تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأثنى الجانبان على العلاقات التاريخية اللي بتربط الشعبين المصري والأرميني وأكده ارتاحهم لمستوى التنسيق المشترك وأيضا تم استعراض التعاون الثنائي وأفاق التوسع فيه بمختلف المجالات بما يرتقي لطموحات الشعبين الصديقين انبارح استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة وتم استعراض الجهود المصرية للتهدئة والتجديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي انبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الاستعراض مقترح تطوير النظام التعليمي للثنوية العامة وأكد مدبولي أن تطوير قطاع التعليم في مصر بيأتي على رأس أولويات عمل الحكومة مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية بما يضمن توفير نظام تعليمي متطور يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أكد أن مقترح تطوير النظام التعليمي للثنوية العامة يهدف بشكل أساسي لرفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب انبارح التقت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي مدير عام صندوق أبو زبي للتنمية وده في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة بالمصر والإمارات مع إعداد مخططات المشروع من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذي الخبرة الواسعة في هذا المجال من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير البدينة الواقع على الساحل الشمالي الغربي انبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وشددت على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان وبيتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية حفاظا على انضباط سير العملية التعليمية انبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عن مجلس الدفاع الأعلى بالبحرين والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حاليا وده بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية اللي بتجمع البلدين الشقيقين اللي بترتكز على أسس راسخة من التعاون والتنسيق وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك انبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الوزير آدن باري دوالي وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري والأمني بين البلدين كما تم التطرق لتطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكستها على القارة الإفريقية انبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني اللي تم تنفذها وفقا لأحدث النظم والأساليب ووسائل التدريب غير النمطية وأعقد ذلك قيام الفريق أسامة عسكر بالمرور على قيادة الجيش الثاني الميداني للاطمئنان على الجاهزية القتالية لهيئة قيادة الجيش انبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل بين الأجيال ونقل خبرات القادة السابقين وتجاربهم من جيل إلى جيل نظمت القوات المسلحة زيارتين لعدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم إلى قيادتي قوات المظلات والسعقة تضمنت الزيارة عروض تقديمية عن نشأة وتطور قوات المظلات والسعقة وتنفيذ عدد من الأنشطة والمهم التدريبية التي أظهرت مدى ما وصل إلي المقاتلون من مستوى احترافي عالي في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بالإضافة لتفقد عدد من المنشآت التدريبية الحديثة التي زودت بها القوات الخاصة كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدموا من تضحيات في خدمة الوطن